موسيقى مساء الخير مشاهدينا العزاوة لو سهلا فيكم وحلقة جديدة من برنامجكم صحتك بالدنيا قبل ما ابدأ حلقتنا لليوم ونروح نحكي على الطب ونحاول نعطي معلومات طبية ينفيد فيها مشاهديننا وإخواننا وأخواتنا اسمحوا لي أني أتوقف عند موضوع مهم جدا وهو ما يحدث في الآونة الأخيرة في الفترة الأخيرة من اعتداءات متكررة على القطاع الطبي والأطباء وكل من يعمل في قطاع الطبي لا أخص بالذكر الأطباء ولكن ما لا يدخل العقل واللي بخليش الواحد أصلا قادر يتحمل اللي بيصير هو تكرار المستمر لهذه الحالات والاعتداءات المستمرة على من يعمل في القطاع الطبي سواء من أطباء أو من من يعمل في المهن المساندي داخل مستشفياتنا وعياداتنا اللي صارت ظاهرة ملحوظة أنه أي حدا مش عاجبه أي شيء بروح بدرب الدكتور بروح بدرب الممرض للأسف الشديد هذا شيء لا يليق ولم يكن ولن يكون من قيمنا وشهامتنا الفلسطينية لم يكن يوما حلولنا للمشاكل إذا كانت هناك مشاكل أنه إحنا نستخدم العنف ضد القطاع الطبي هذا الطبيب الذي للناس بتتعدى عليه للأسف هذا ابنا وأخونا وأخوكم وأخوهم ولكن طبعا لوجود المبررات دائما عند الناس للتعامل بالقوة مع القطاع الطبي للأسف وعدم وجود الرادع وأنا هون بوجه اللوم بشكل أساسي على من يعمل في سواء نقيب الأطباء اللي للأسف لم نرى يوما أنه كان هناك حل جدي وجدري للمشاكل اللي بتكرر قبل سنة فاتوا على مستشفى في الشمال كسروا المستشفى وبعرف الشو ضربوا من أسبوعين ضربوا برضو طبيب للأسف يعني حدا بيسحب سكين وبضرب طبيب في وجهه ما بتعرف شو السبب مبارح في مجمع رمالة طبي أحد الأطباء يتعرض كمان للأسف للاعتداء طبعا لما الناس ما بتلاقي فيه رادع أكيد 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 طبعا هذا بيفتح المجال أمام الجميع للتعدي على زملائنا يا أخوان هذول أهلكم يا شعبنا الكريم هذول إخوانكم أهلكم هذول بيقدموا كل ما بيقدروا عليه من أجل أنه تكونوا أنتوا بخير وبصحة مئات الألاف بل ملايين الحالات الطبية اللي تم معالجتها في مستشفياتنا لا أنكر أنه هناك عندنا مشاكل في القطاع الطبي ولا أنكر أنه عندنا بعض الهفوات اللي بتصير في القطاع الطبي ولكن الحل لا يكون باستخدام العنف إذا كل واحد في أي مهنة بدو يستخدم مع الطرف الآخر العنف إحنا أصبحنا في غابة في قانون القانون هو اللي بيحكم هذه المسيرة وللأسف بعض الإخوة اللي بيطلعوا على الفضائيات أو حتى على الراديوهات ويبلش ينتقد القطاع الطبي والأداء الطبي وللأسف يعني هو بخلص صحافي بس بنتقد الأطباء يعني حتى هو ما عنده أصلاً علم أو معرفة في الطب عشان يبدأ بحط نظرية الخطأ الطبي ومش الخطأ الطبي طبعاً هذا بيهيج الرأي العام طبعاً بيهيج الرأي العام لأنه صاحب الفكرة اللي بيطلع بيحكي على الراديو أو بيحكي على التلفزيون هو ما بعرف الشي غير أنه بده يحكي ويعبي الساعة اللي بيطلع فيها على الهواء أنا ما بعمم على الجميع أنا بحكي على مجموعة للأسف موجودة طبعاً إحنا هذا السلوك للأسف اللي لم يجد رادع إطلاقاً لا من الجهات الأمنية ولا من الجهات الشرطية ولا للأسف من نقابتنا لنقابة الأطباء للأسف اللي غايبين طوشي يعني بس نلمحة ونععد ونحكي ونوزع اتهامات على بعض أحياناً دون وجود أي رادع حقيقي طبعاً في نفس الوقت أنا أحياناً كإنسان كمواطن كأب يعني أجد أحياناً بعض العذر لإنفعال المواطن طبعاً هذا بيقع اللوم علينا إحنا كأطباء لما إحنا ما بنعرف نتعامل مع بعض الأطباء طبعاً ما بنعرف نتعامل مع المرضى أو مرافقين المرضى ما بناخدهم بالروي وبالحلم ما بنشرح لهم الحالة الطبية ما بنكون الإيد المساعدة لإلهم أكيد رح يكون فيه هناك انفعال من الطرف الآخر اللي أمامنا وأكيد أحياناً ممكن بعض الناس تفلت أعصابهم وبالتالي يصير المشاكل اللي بنشوفها رجائي من كل إخواننا الأطباء رجائي من كل من يعمل في القطاع الطبي الناس اللي بتيجي على المستشفى هي بحاجلة يعني زال غريء اللي بحاجلة أشي أنت طوق النجالة لهم حاول أنك تكون قريب منهم حاول تحكي لهم توضح لهم تشرح لهم حتى لو أخذ هذا منك جهد أكثر حتى لو أخذ منك طاقة أكبر هذول الناس بالآخر إذا ما فهموا رح يكون ردة فعلهم غير صحيحة كمان مهم جداً أنه إحنا كأطباء ومن يعمل بالقطاع الطبي أنه يكون طويلين البال عندنا من الحلم والروية ما يكفي أنه إحنا الإنسان اللي قدامنا نستوعبه أحيان الناس قد تسأل أسئلة يعني بعرف أنه بتسأله أسئلة أحياناً ملهاش علاقة بأي شيء ولكن هذا المواطن هذا الإنسان هو مش دكتور زي ما إحنا باللوم على المواطن إحنا وبنقوله أنه بعرفش في الطب كمان الطبيب مهمته أن يكون إنسان قبل أن يكون طبيب مهمته أن يستوعب الناس اللي قدامه مهمته أنه ما ينجرش للإنفعالات اللي بتكون موجودة طبعاً قبل ما أختم وقدمتي هذا بتمنى إحنا شعب فلسطيني شعب أصيل شعب عنده من التجارب وعنده من النخوة وعنده من الشهامي ما يكفي شعوب العالم بأكملها وعندنا من الكرام ما يكفي وعندنا من العلم والهدوء ما يكفي أنه إحنا نتعامل مع بعض إذا كان لك مشكلة مع أي طبيب عليك بالتحدث معه إن لم تجد أذن صاغية منه عليك بالتوجه إذا كان أنت شايف أنه فيه مشكلة أو فيه خطأ طبي توجه إلى الجهات القضائية اللي بدورها ممكن تاخذ يعني حزم أو تكون حازمة في اتخاذ قرارات صارة مضد هذا الطبيب وكمان بتوجه لنقابة الأطباء ياريت تورجونا طولكم شوي وتعملونا إشي إحنا ما بدنا منكم نعود نقاتل الناس إحنا بدنا قانون زي ما إحنا بنلتزم بكل أدبيات الطب اللي أقسمنا عليها اليمين بدنا قانون يحمي الطبيب بدي قانون يحمي الموظف مش بس الطبيب حتى الموظف في القطاع الصحي اللي للأسف صارت الشغلة يعني كل اتنين بدربوا طبيب بروحوا بقعدوا في نجان قهوي بيجي سيم من الناس بحل المشكلة هذا مش حل هذا مش حل هذا أصبح ظاهرة وظاهرة خطيرة جدا لأنه إحنا بالآخر شعب راقي محترم نستطيع أنه إحنا نتفاهم مع بعض ونجد حلول إحنا شعب اسمنا الشعب الفلسطيني اللي طول عمرنا محترمين ونحترم بعض علينا بالهدوء بالتروي ودائما نذكر أنه من يعمل في هذا القطاع هم ناس يعني ضحوا بوقتهم ضحوا بكثير من الأشياء بساعدتهم أحيانا بأنه يكون يروح الساعة تنتين زي كل الموظفين اللي موجودين في العالم يحط راسو ينام الأطباء بيشتغلوا ساعات طويلة جدا يرهقوا أكثر من أي مهنة تانية يعني فعشانك بقول ياريت نكون دائما حليمين ودائما صبوري مشاهدين العزاء موضوعنا حلقة اليوم هو حول حصاوي الكلا والمسالك البولية يا ترى ليش بتصير الحصاوي في المسالك البولية يا ترى شو الحلول اللي دائما بتكون موجودة وين وصلنا في هذا المجال كله رح نطرحوا على ضيفنا اللي رح نستقبله بعد شوي في الستوديو ولكن خلينا نروح نشوف تقرير حول حلقة اليوم ونعود نصط ضيف ضيفنا الكريم الإخراج البولي هو العملية البيولوجية التي تقوم بإزالة المواد المضرة من الجسم كما في العمليات البيولوجية الأخرى مثل الهضم والتنفس ونقل الدم كل فصيلة من الحيوانات تستعمل طرقا مختلفة للتبول في الكائنات ذوي الخلايا الواحدة المواد المضرة تخرج من الجسم من سطحه في السوائل المحيطة من خلال الانتشار لكن في الكائنات ذوات الخلايا المتعددة هناك أعضاء مخصصة للإخراج البولي التبول في البشر أهم الأعضاء التي تساهم في عملية التبول الكليتان والجهاز البولي في البشر يتكون من الكليتان اليسرى واليمنى والحالبين الأيمن والأيسر المثانة وفتحة البول تقع الكليتان في الجزء الخلفي من البطن ووظيفتهما التنقية وبهما شعيرات دموية تجمعان البول والتنقية تحصل في النيفرونات وتتجمع المواد المضرة في الدم على شكل البول والبول يمشي في الحالبين إلى المثانة ويخزن في المثانة حتى وقت الإخراج تصنيع البول يتم في ثلاث مراحل الأولى هي التنقية ثم الامتصاص والتخزين أما التنقية فيتم خلالها التخلص من المواد الضارة مثل اليوريا والحمض البولي يتم إخراجها من الدم إلى الكليتين ومرحلة تصنيع البول تحصل في النيفرونات بعض المواد مثل السكر والحمض الأميني والأملاح والمياه تتم ععادة امتصاصها كمية المياه التي يتم امتصاصها تعتمد على كمية المياه الخارجية وعدد الأوساخ المواد التي تتم ععادة امتصاصها يتم تخزينها في الدم عند انتقال البول في النيفرون بعد هذه العمليات الثلاثة ينتقل البول إلى الحالبين وهما حلقة وصل بين الكليتين والمثانة ويخزن البول هناك حتى الحاجة للإخراج أو التبول وعند التبول يخرج من الفتحة البولية هل يمكننا تحمل ضغط المثانة؟ بالطبع ولكن ليس لوقت طويل مساء الخير مرتاني مشاهدينا وموضوع حلقة اليوم هو حول حصاوي الكلا والمسالك البولية وظيفي الكريم طبعا وصديقي الدكتور أحمد هند استشاري جراحة الكلا والمسالك البولية اللي بنقول له مساء الخير الدكتور أحمد مساء الخير الدكتور أشرف مساء الخير إلى كل مشاهدينا الكرام يعني أنت بتعرف أنه أنا أسعد جدا لما بتكون معي والمشاهدين كمان لأنه فرصة أنه نختنسق وانت موجود في البلد وأنا أكثر حقيقة ونستفيد من وجودك معنا دكتور أحمد يعني اسمح لي في البداية بس أسألك سؤال يا ترى الحصاوي هاي اللي بنحكي عنها يعني ليش بالذات الجهاز البولي هو أكثر الأجهزة طبعا هو ممكن يكون في أي مكان بس أكثر شيء في الجهاز البولي وشو الأسباب؟ صحيح شكرا للسؤال حقيقة زي ما ذكر التقرير أنه الكلا هي أصلا وظيفتها إنها تنق الدم وإنها تقوم بعملية امتصاص وعملية إفراز وعملية تنقية وهذا يعني حقيقة شيء معقد جدا لا يكاد العقل البشري يتصوره فهناك بتم تنقية الأملاح وتركيزها بالدم بنسبة معينة جدا ما يفوق على ما يحتاج الجسم تطرح الكلا مع البور فبالتالي هذا السائل اللي هو البول هو عبارة عن سائل فيه كثير من المواد وكثير من الأملاح هذه الأملاح بعض المرات يزيد تركيزها في البول أو ينقص بعض المواد اللي في البول اللي هي بتذوبها فبالتالي هذا من أهم أسباب تكون الحصى في الكلية في الكلية طب دكتور يعني كمان برضو من الأشياء اللي بتخلي الموضوع منتشر جدا يعني في أسباب يعني أكيد في أسباب مثلا إلى علاقة بعرفش بالوراثة ما بعرف شو الأسباب الرئيسية اللي تكمن خلف تكوين الحصى يعني متلاقي فيه واحد بقول لك أنا عندي مصنع وهو فعلا بكون عنده مصنع نعم لا شك لا شك إنه من أهم هناك أسباب كثيرة وهناك أنواع كثيرة فبالتالي الأسباب تتعدد بتعدد الحصى ولكن للحصى الواحدة هناك أسباب كثيرة من أهمها قطعا العامل الوراثي ليس العامل الوراثي طبع من دل اللي يعني خلص الأب عنده حصى بورثة قطعا لابنه ولكن هناك أجسام قطعا هذه الأجسام فيها في خلقها في جيناتها في القابل للتكوين أكتر نعم في قابل هذا الجسم يكون حصى ويكون نوع معين من الحصى نعم ومراك كلية وحدة يعني تكون الحصى والكلية الثانية بتلاقيها مثلا 90% مثلا كلية شمال بتكون عنده حصى تلاقي وهكذا فهناك عوامل وراثية أو عوامل استعداد الجسم استعداد نعم حقيقة عندنا كثير ناس استعداد للتكوين للحصى هذا العامل لحد الآن دكتور أشراف صعب التغلب عليه طب شو في عوامل أخرى قد تكون سلوكية عند الإنسان طبعا خاصة عندنا في فلسطين حقيقة شرب السوائل نحن نعيش في مجتمع في بيئة جافة نعيش تقريبا في تسع شهور من الحر ومن الجفاف الناس بيشتغلوا بيطلعوا بيعرقوا بتكلموا الناس كثير بيخرجوا سواء بالكلام وبالعرق كذا فبالتالي الجسم ينقص السائل الجفاف الجفاف فالكلية تحس ذلك نعم فبالتالي أي قطرة ماء تدخل للجسم فهذه الكلية بدها ايش بدها تأخده وترجعه على الدم فالبول بخرج مركز بخرج فيه نسبة أملاح شديدة هذه البلورات هذه الأملاح شوي شوي بتتراكم على بعض وبتشكل نعم طبعا مشاهدينا بحب ألفت انتباهكم بأنه بإمكانكم متابعتنا كمان على صفحة الفلسطينية فيسبوك وبإمكانكم توجيه أي سؤال يعني بعد شوي رح نفتح الاتصالات إن شاء الله لضيفنا الكريم الدكتور أحمد هند بإمكانكم توجيه أي سؤال بمجرد ظهور أرقام الهواتف على شاشة التلفزيون دكتور أحمد لأنه موضوع كبير فبنا نحاول إحنا نسلط الضوء على المفاصل الرئيسية في هذا الموضوع هناك أنواع من الحصة يعني في حصة مختلفة وكل حصة ميزة مختلفة نعم صحيح بشكل عام هناك نوعين من الحصة إحنا بنحب نفرق فيهم بينهم لأنه عمليا يختلف العلاج نعم نسميه الحصة الشفاف اللي هو بالغالبية مكون من اليوريك أسد هذا 90% من الناس اللي بيصير عندهم بيكون عندهم استعداد بيكون نسبة اليوريك أسد في الدم عالي أي إنسان عنده نسبة اليوريك أسد في الدم عالي اللي هو بسبب النقرص يعني هذا اليوريك أسد لما يعلى بشكل بيه نعم صحيح هذا بتراكم في الكلية باللوراتو وبيسبب حصة الشفاف اللي هو علاجه بيكون علاج طبي بالأدوية وعلاجه بيكون أسهل أما الحصة الغير شفاف وبنحكي شفاف وغير شفاف بالنسبة للإكس ري للأشعة السينية للأشعة نعم على ما نصور للإنسان ببين أو ببينش ببين أو ما ببينش الببينش بقول عنه الشفاف اللي ببين بيكون أغلب الأحيان أحد مكوناته الكلس نعم الكلس مع الفوسفيت الكلس مع الأوكزاليت يعني أملاح متعددة بتكون هذا النوع من الحصة وهذا نوعه بنحب نفصل هيك لأنه هذا بيكون علاجه جراحي وهذا بتفسر لنا ليش أحيانا لما بكون المريض عنده مغس كلاوي عشان الناس بستعرف أنه بتعمل صورة الإكس ري أو صورة الأشعة أحيانا ما ببين مع الصورة أحيانا ما ببين لأنه بيكون مثلا في عنده غازات بتكون مخفية الحصة وراء الغازات وراء القلون والأمعاء وما إلى ذلك بتبين إش لأنها بتكون شفافة بتبين إش لأنها بتكون وراء العظم اللي هو عند جنب العمود الفقر وما إلى ذلك أو عند الحوض نعم كثير مرات بنطلب من المريض والمريض بجوز بزعل بيقول لك يا طب ما انت طلت من الصورة الصورة ما بيّنت إش بتروح بتعمل صورة ثانية مثلا زي السيتي اسكال صورة طبقية الشفاف بيبين في السيتي الشفاف بيبين في السيتي قطعا نعم بيبين بالألتراساوند إذا كان في الكلية أو إذا كان في أول الحالب أو في المثال أو في آخر الحالب طيب هلأ عشان بس الناس برضو تكون معانا ومتابعين الحدث هلأ أنا اللي فاهمه أنه عملية الفلترة تاعت البول هي بتكون بالأساس السبب في تكوين الحصة طيب العملية تبدأ في الكلية في الكلية نعم ليش في حصاوي بتضلب الكلة وحصاوي بتنزل فيه بالضبط بالضبط هو أغلب الحصة بتصير بالكلية في حصة مثلا بتكون بالمثانة عند أي إنسان ما بيبول منيح أو بيخلي وراء بول زي الرجال اللي بصير عندهم احتباس في البول أو عدم تفريغ كامل بالبول هذه بتتكون بالمثانة وبتكبر بالمثانة بس أغلب الحصة تتكون بالكلية بعض الحصة من نتيجة إنه الكؤيسات الكلية بتصب البول في الكؤيسات وهناك بالكؤيسات بتبلش تتكون الحصة نعم بعض الكؤيسات بتكون سهل إنها تخرج الحصة من الكلية فبتنزل الحصة وهي صغيرة إلى الحالب بتسبب مغص الكلوي حين خروجها وحين وجودها في الحالب يعني طول ما هي صغيرة بتقدر تتحرك فبتنزل فبتنزل فبتعمل مغص كالوي في بعض الحصة بضل بالكلية موجود لأسباب كثيرة ما بتنزل تتكون هناك بتكبر هناك إذا بتضلها ثابتة بتكون لسنوات طويلة ما بتعمل ألم ولا بحس عليها المريض ما بحس اللي عنده حصة ثلاث سنتي وأربع سنتي أو إنه بهمل فيها وما إلى ذلك بس بصير صعب على الكلية إنها تنزل هذه الحصة للمبوب للحالب اللي ذكروا التقرير اللي هو بوصل بين الكلية وبين المثانة فبسكر الكلية فبصير عنا مغص كالوي انتفاخ في الكلية احتباس في البول فبصير حالة طارئة معالجة نعم طبعا مشاهدين زي ما تفضل ضيفنا الكريم بأنه هناك العديد من الحصة والأنواع اللي ممكن تكون مختلفة وتكون إلها يعني بتبين إش معنا في إش ببين معنا في الصور في إش ببين إش معنا في الصور ولكن يبقى دائما التشخيص الطبي من خلال زيارة الطبيب والفحص السريري هو الأساس في عملية تشخيص أي مرض وكمان بنحكي عن اللي هو المغص الكلوي أو وجود حصاوي في هذا المكان طبعا مشاهدين بإمكانكم الاتصال التواصل معنا على أرقام هواتف الستوديو اللي ظهر الآن أمامكم على الشاشة وأي سؤال إحنا جاهزين للإجابة عليه دكتور أحمد شو الفرق ما بين الرمل بقولك والله أنا عندي رمل واحد بقولك لا أنا عندي حصا إيش الفرق وكيف إحنا شو الموازين اللي بتفرق ما بينهم صحيح كتير مهم الرمل هي خلينا نحكي هي درجة أولى من الحصا وهو حصا صغير بداية تكون الحصا بيكون بلورات بيكون بنسميه رمل بنسميه أملاح نعم بنسميه بلورات بيروح المريض على مركز الأشعة بيصور بيطلع عليه بالألترسان بيلاقي فيه حصا صغير جدا أقل من أربعة ملي أقل من ثلاثة ملي هذا بنسميه رمل فهو حصا صغير ونوبته وألمه لسه مرات بيكون أكتر من الحصا لأنه بيجرح بيخلي الحالب أو كلية تتشنج فبيصير ألم شديد بنزل الماء بيجرح بنزل دم مع البول فحقيقة يعني بالأعراض المريض ما بيقدر يفرق حتى الطبيب بدون أشعة ما بيقدر يفرق لأنه المريض حقيقة بيجي بألم شديد جدا ما بتعرف أنه هو رمل أو حصوى إلا إذا عمل هذا لما هذا الرمل يتكون هناك ويتراكم بالكلية وما نشرب سوائل كثير عشان نفقده وما نأخذ العلاجات اللازمة عشان ننظيف فهذا بتصير يتراكم بلورات عبلورات وملأم لا على بعض الرمل فبتصير حصوى نعم يعني أنت بك تقول لنا أنه أساس الحصوى أصلا هو أنه يعني جزيئات رملية زي الرمل صغير بتتكون 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 لحد ما تعمل حصوى بالضطط يعني الكلية ما بتعمل بيضة زينا بيضة فما بتعمل حصوى كبيرة هي بتعمل حصوى صغيرة جدا نعم وكأي مرض في أوله بيكون علاجه سهل جدا نعم وعشان هيك بنقول لكل الإخوة المشاهدين والمشاهدات بأنه الفكرة تبدأ بأنه زي ما تفضل ضيفنا الكريم بأنه ما في كلي أو إنسان بيعمل حصوى يعني بلاقيها اللي هي والدي ثلاثة صنطة ولا اثنين صنطة لا هي الأمور تبدأ بصغائر الأمور بأنه في رمل ما تعالجش ما أخذش العلاجات ما راحش على الدكتور أجت نوبة كلا وراحت ولكن موجود لسه الرمل بلاش يتراكم بلاش يتراكم وبالتالي صار مع الوقت يصبح هذا هو مفهوم الحصوي وعشانك بتلاقي نص صنطة واحدة اثنين صنطة لأنه حسب قديش بتراكم عليها من الجزيئات هاي معنا أول اتصال معنا الأخ هيثم من طباس مساء الخير يا هيثم مساء الوارد حبيبي اعتكدها فيه يا سعد مساك دكتور حاب بسأل بسؤال نعم كثير من الناس يعني بقولوا أنه ميس الجبنة ميت الجبنة تساعد العزاء الحصوى من الكلة صحيح بتساعد على أنه تنزل الحصوى بنا نشوف الدكتور أحمد شو راح يقول لنا شكرا لاتصالك وأشكر لمداخلتك كثير من الأشياء اللي تقال حول هذا الموضوع اللي بقول لك الجبنة واللي بقول لك هاينا بننضيف كمان سؤال بأدونس بنشوف شو الدكتور أحمد بيقول شكرا لاتصالك محمود بن رفح مساء الخير مساء الخير يا سعد مساك أخوي تفضل يا عفيك ربي الله مصلاح فيه إدنا محمد أنا تقريبا من 16 سنة وأنا بشي من حصاوي وعملت أول عملية شك صلاة أول من خمس حصاوي ومستقبلا أملت بلت مرات تفتيت آخر مرة بالدكتور بقول لها هندك تشوق خلقي في الحالب وما زلت أعمل عمليات دا أصدق يعني أنه كل ما بتشيلها الحصاوي بتعود ترجع كل ما بتشيلهم هاي اللي كل اللي نحكي عن كلية ومنها يعني زي ما هي الحصاوي هاي برجعين تانية محمود بنفس الكلية ولا في كلية تانية في الكيدي الشمال فيها ثلاث حصاوي واليمين اليمين فيها حص وصنطر يعني التنتين ماشي يا محمود هو سؤالك أنه طب وشو بدي أعمل بالآخر دكو تضلكوا بدي أفاتح المحجر أنا شكرا الله يتصالك يا محمود ناخد أبو رعفة من الأردن من الأردن مساء الخير مساء الخير كيف أصبح مساءك ربي يسعدك أخي الكريم أنا كان ينزل مع عندي حصا كثير ينزل معي حصا بعدين سلت أشتعمل للأدوية مرات البول تريد صار عندي فشل كلوي سؤالك بالنسبة للفشل الكلوي مرات الكريم اتنين بصير تسعة مرات ستة مرات خمسة ونصف تغسل؟ في أول لمساعدتها تشغيلها أنت أنت بتغسل؟ أه بغسل كل قديش؟ في أسبوع ثلاث مرات ماشي وأظني واضحة الصورة شكرا وخليك معنا على المشاهدة وأكيد رح نجاوبك على سؤالك عماد من رمالله مساء الخير يعافيك ربي يسعدك دكتور أنا من تقريبا خمس شهور في الليل حيت معي وجهة رهيب جدا في منطقة أسفل البطن صحاك من النوم يعني وجع خلاك تنطع عن اتخذ صح؟ صحاني من النوم أنا يعني كنت ما كانش في أي مقدمات قبل ما أنام حتى نعم أثناء النوم صار عند الوجع صحيت في الليل كرة ساعة أربعة فجرة نعم معي وجع طلعت أخذت إبري نعم مهدد نعم الآن فيما بعد عملت فقصات طلع معي في الفقصات فيما يعي رمل ولكن الوجع بعده من هذه الفترة من قرابة خمس شهور ما رجع معي ما رجعش سؤالك نعم أنا السؤال هل بحاجة أنه حالتي أتباحة ولا مع أطباء ولا أنه أتجنب شرب الكولة ولا المأكلات اللي بتسببها آه يعني أنت شو بلك تقول لنا شو يعني النصائح أنه ما ترجع ليش هالبلو السوداء آه ما يرجع ليش هالنوح آه ما يرجع ليش هالبلو السوداء آه ما يرجع لونه شفافة أسود لونه آه ماشي سؤالك واضح شكرا آه ما يرجع ليش هالبلو السوداء آه ما يرجع ليش هالبلو السوداء أنا بحكي أنا مك Oakland بتنزل آه إلي يومين ثلاثةびتألم بتتألم بتعلم زيدي عن اللازم أعف آه ما a natur نزلت آه آه عسه السؤال اللي بكلمني بنا نعمله عملية بنا نعمله عملية عبل طريق المنظار آه beau الليظر آه آه تفتيت طايم آه 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 fatuteet جو كلك في في مجال في مجال إنه بترجع آخر مرة آه تفتيت في مجال ترجع آخر مرة طيب سوء بس دكتور أحمد دوي سألتك كم حجم الحصوى ميشي كبير ستة ميلي ستة ميلي؟ اه طيب وفي واحد يم عنده على الكلة في جهة اليمين ثمانية ميليه بس تقول مش مقصري يعني كذب ما هي اللي عشمال طيب ماشي عطا شو يعني شو بسهل لتنزيلها يعني بدون عملية هاي سؤالك وهي اللي بدي يجاوبنا علي ضيفنا الكريم شكرا لاتصالك وقلب سلامي لألك نحاول نجاوب يا أخوان عشان ناخد أكبر عدد من المشاركات والإجابات بالنسبة للأخ هيثم من طواز نعم نسل لبن بيحكوله نعم أنا بسمعت كثير فيه به البلد وأنا لا أدري ما هو فيه عندك لسه البأدونس ورجل الحمامة ورجل الحمامة وأشياء كثيرة حقيقة ورسان مش عارف مين حقيقة إحنا بالطب لا نعلم علم تمام عن هذه المواد يعني أنا ما بعرف شوه من صدبا عشان أستطيع أجاوب ولكن باستطيع أقول التالي وكثير مهم السؤال مهم لأنه الحصة دكتور أشرا زي ما بتعرف درجة حموضة البول بتلعب دور كبير في تكوين أو في إذابة بعضه صحيح فإحنا من العلاجات اللي بنعطيها للمريض اللي بيكون حصة كتير زي اللي حكى من سلفيت أعتقد اللي بيضل يعمل حصة كذا مكونة من يوريك أسيد اليوريك أسيد الحصة هادة بتكون بس إذا البول كان حامض فأنا بعطيه مواد أو بعطيه أدوية سواء هي عشاب أو غير عشاب المهم أنا أخفف من حموضة البول كل ما ازداد البي اتش يعني قلق مقلة حموضة البول كل ما هذا الإنسان بطل يعمل حصة وبعض الحصة حتى بذوب في التلاعب فهذا أنا بعتقد هذه المواد والله أعلم أنه بتلعب في هذا ولكن في مواد ضارة يعني البقدونس من أهم الأمور أنه ما نزيد البقدونس البقدونس بنوكله طبيع جدا البقدونس فيه أملاح بتعمل حصة فكثرته قطعا بعمل حصة لأنه دارج دل بالك يعني نقولك ميت البقدونس اغل البقدونس واشربه كمعقم لمجرى البول وكذا كوي بس يعني كأنه للحصة أبدا مضر أكثر من أنه نافع قطعا بالنسبة لمحمود من رفح كان بيحكي عن أنه من 16 سنة وعنده حصاوي وفاتح محجر هذا أنا كتير مهم أنه نعمله بعض الحصات متقدمة يعني لازم يعمل تحليل البول 24 ساعة في مشكلة المختبرات بتعمله ولكن هذا كتير مهم عشان نعرف نسبة الأملاح هناك ممكن يكون فيه ملاح مثلا الأوكزاليت بيكون عالي أو الكلس عالي لازم نعمل فحص الغدى الجاري الدرقية لازم نعمل بعض الفحوصات الدم وفحص بعض الفحوصات البول على أساس نعرف شو المشكلة هناك والهدف من الفحوصات هاي بشان الناس تعرف دكتور أحمد إنه إحنا نقف على السبب الرئيسي يعني ما نستنىش النتيجة اللي هي الحصوة إحنا نروح نشوف إذا هي سببها الكالسيوم أو الكلس بنا نروح ندور على السبب ليش زيادة الكلس بوجود صحيح صحيح بدون تفاؤل شديد دكتور أشرب بدون تفاؤل شديد لأنه كثير من المرات حتى يعني كثير من المرات ما بنلقى السبب حقيقة نعم ما بنلقى سبب ما بنلقى سبب ظاهر إلنا يعني بجوز بكرة بعد بكرة نعرف بعض الأسباب اللي لحد الآن إحنا مش عارفينها يعني هدول الناس اللي بعملوا حصة زي ما قلنا قبل حقيقة أجساهم تم الحصة وصعب التعامل معهم إلا بزيادة السوائل زيادة بعض نواع العصائل نعم وبالتحليلات اللي حكنا نعم بالنسبة للأخ أبو رأفة من الأردن طبعا ألف سلام عليك ولكن هو حكى شيء مهم جدا وكان ياخد المسكنات من غير ما نذكر اسم أي مسكين وللأسف دخل في فشل كلوي طبعا المسكنات زي ما كنا بنعرف إذا أخذت بغير وجه حق ووجه الحق هون هو الرأي الطبي احتمالية الإصابة بالفشل الكلوي وضرر بالكلة وارد جدا دكتور أحمد سؤاله الزلن بيغسر ثلاث مرات ما فيه إلى الزراعة طبعا هنا للأسف الحل الزراعة يعني أبو رأفة واضح الشغلي الحل هو الزراعة وأعتقد في الأردن يعني فيه جباهدة في هذا الموضوع عليك بإيجاد متبرع والتخلص من هذه الأزمة والمشكلة بإيجاد متبرع وزراعة كلة وهون دكتور أحمد مهم جدا يعني نوقف عند هذا الموضوع أنه إحنا يعني هلأ وجه في الصيف الناس بتكثر أنه بتأخذ المسكنات هاي صحيح يعني بشكل مش طبيعي فيه خطر صحيح فيه خطر شديد كل الأدوية المسكنات أو أغلبها أغلب المسكنات هي بتعمل مشكلة ممكن نعم ممكن إنها تسبب مشكلة خاصة كثرتها وخاصة أخذها حقيقة بشكل روتيني ويومي بدون ما نشرب سوائل كثير بدون ما نكشف عن الكلا بشكل روتيني هذا شيء مهم جدا لأخي ماد كان بيسأل بخصوص أنه هو كان عنده نوبة رمل وأجمل بس الحلو في الموضوع يعني هو لما بيجينا مريض بقولك أنا صحيح من النوب موجوع أول شيء بنقول عنه هي نوبة الكلا يعني صحيح مئة بالمئة وهذا مهم جدا دكتور أشرف لأنه بديع العيادة بجوك يحكي لك والله أنا عندي ألم كل يوم لما أصحى بخواصري ألم بسيط هي تعرف أنت قبل ما تعمل صورة المريض إنه هذا ما دخلي الكلال كله حقيقة لما تقلم بتصحي الإنسان بتوديه رأسا على الطوارئ لأنه ألم لا يحتمل صحيح هذا هو اللي ذكرت أخي عماد وحقيقة المغس الكلوي هو ألم شديد جدا لا يتحمل الإنسان لأن سؤاله كان ممتاز إني أتابع ولا ما أتابع هذا كله شو أعمل شو أعمل هلأ أخ عماد ليست القضية فقط الألم القضية اللي بتخليك تروع على المساشفة أنت الألم بس أنا بالنسبة إلي القضية المهمة هي الكلية إنك ما يصير ضرر على الكلية يعني مرات كتير بتستقر الحصة مثلا بالحالب أو بعنق الكلية أو كذا بتتضخم الكلية بتحتبس البول فيها بتبطل تشتغل والمريض مثلا ما بحس في ألم لأنها ساكنة الكلية فضروري جدا أنت أكيد قبل خمس شهوري عملت صورة إذا الصورة بيانت أن الكلية منتازة وفيش شيء وفيش حصة وفيش تضخم فيها وفيش رمل لأول مرة ولأول إبزود ما ضروري تتابع بس ضروري ضلت تتذكر هذا الألم علشان ضلت تشرب سوائل أيوة هو هو طلع طلع دكتور أحمد هو مش ناسي الألم علشان ليك هو بطل يعني هو مش ناسيه واللي صحى من النوم واللي جرب المغس الكلوي بيضلوا طول عمره ذاكره يعني كل الألم اللي في الدينة ممكن الإنسان ينسىها إلا المغس الكلوي هلأ هو سؤاله يا دكتور أحمد ولي شو أعمل أنا ماشي نشرب مي غيره زيادة السوائل إذا أنت قاعد ما بتعمل رياضة لازم تعمل رياضة إذا أنت ناصح لازم تنحاف نعم لازم كل فترة سند زمان كذا تعمل لك تعمل لك ألترا ساوند على كل البطن ويبقى الماء ووجعلنا من الماء كل شيء حي حتى في المسالك البولية المي يعني الشغلة بسيطة جدا يعني تتخيل عندك في البيت في مسورة وفيش فيها مي بتمشي بعد فترة بتصدي بعد فترة بتسكر بتكلس وبتسكر فعلى هيك وقيس المجاري البولية عشانك بنقول شرب المي يا جماعة مش المي مش لما نعطش يا إخوان المي لازم يكون سلوك لازم يكون تعود وأنا رايح وأنا جاي معي أزازة المي أولادنا في المدارس لازم نعطيهم أزازة المي لازم يكون سلوك ما نربط ما نربط الماء بحاجتنا بأنه أنا عطشان ولا مش عطشان ما فيه ناس يقول ما تعتشش ممكن واحد قاعد تحت المكيف 6 7 8 10 ساعات ما يعطش المهم أنه تعود نفسك على شرب المي لأنه هي الحل للكثير من الأمراض دكتور أحمد بالنسبة للأخ كمال نعم بيسألك بخصوص الحصوة ولون الحصوة أول إشي فتتوله جزء هو التفتيت إذا فتتوله بقصد التفتيت الخارجي بالأمواج التصادمية نعم نعم هي نسبة نجاحة 80 85% لبعض الحصوة فبالتالي طبيعي أنه مرات ما تتفتت الحصوة بشكل كلي تتفتت جزء ولكن إذا تفتت بشكل جزء والبقي صغير أكيد اللي بيبقى هو بنزل لحاله فهو نزل مش كونه نزل لحاله هو نزل لأن الحصوة صغرت فصار بإمكانها أنها تنزل في أنبوب اللي هو الحالب وتنزل طيب هو بقول لك السؤال تبعه بقول لك أنه من لون هكاين أسود هو حقيقة إحنا خبراء في الألوان وبقدر أنا بجوز أنا بقدر بعد هلأ عشرين سنة من شغل بالحصوة أقول هادي شو هي بس صعب أنه أقول عشان اللون أنه شفاف وغير شفاف لأنه مش بس اليوريك أسدي اللي لونه على بني أو على أحمر بيكون هذا لأنه في حصوة شفاف بيكون ممكن لونه هيك زي السستين وما إلى ذلك بغض النظر بكل سهولة بأخذ الحصوة بيحللها في مختبر فبيعرف من إيش متكونة فبيعرف شو يوكل وشو يشرب وشو يشرب وشو يعمل على أساس أنها ما ترجع أما أنه نحكي لك أنه مش رح ترجع لا فيه نسبة معينة من الناس اللي بيعملوا حصى لأول مرة بترجع عندهم الحصى نعم بالنسبة للأخي عبدالعزيز من قلقيليا بيسرعا عند أخوه الحصوي اللي أول إشي مش عارف يعني ستة ملي ستة ملي دكتور أشرا فيها حقيقة يعني احتمال تقريبا تقريبا خمسين ستين في المية عنده احتمال إنها تنزل لحالها إذا هو بتحمل الألم وإذا الكلية طبعا مش نافخة كتير وفيش في احتباس كتير وإذا طبعا ما عنده سخونة وما إلى ذلك إحنا بالعادة وهذا بتختلف المدارس فيها بالعادة إحنا بننتظر ستة ملي متر إحنا بننتظر وبنعطي المريض حتى شهر وأكثر على أساس تنزل هم محترحين عليه زملائنا بإنه ما هو ممكن إنه هي مسكرة لكلية دكتور وممكن فيه احتباس في البول في الكلية ممكن هو بعاني بشكل كبير فبالتالي مرات الحصة ستة ملي ما بنزل مرات خمسة ملي ما بنزل مرات تسعة ملي اليوم أنا بالعيادة شوف تسعة ملي نزلت تسعة ملي يعني أكاد لا أصدق تسعة ملي يعني واحد سنطي بتكون الحصوة مالسة بيكون الحالب راخي راخي بيكون كده فبالتالي فيه عوامل كثير مش بس حجم الحصة الحصوة إنها بتقرر إنها الحصوة شو أنت يعني إيش إيش بتأبب بكنا أنا بقترح إذا ما عنده سخونة وما عنده ألم شديد ومتواصل كل يوم ظل يتعدد وفيش انتفاق في الكلاء فيش انتفاق طبعا بيستنى شوي بس بعد فترة معينة إذا فيه انتفاق كثير وكذا الأصل إنه يعملها نعم وعملية تفتيت الحصة أصبحت اليوم يعني من الأشياء الواردة وبتريح المريض ونسبة الكمبليكيشن قليلة فيها أبو أبو السعيد مساء الخير من عيني أبرود مساء الخير مساء الخير أبو السعيد راح أبو السعيد يا أخوان طيب أموسين من جنيه مساء الخير السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ثقر عليكم يا عفيكي ربي يعفيكي دكتور ما عنده دي مشكلة يلا مرت أقوي كل سنة فيها عندها حصر بول حصر بول كم لي يلا يلا كم لي سؤالك هذا هو سؤالي قديش عمرها 35 سنة 35 سنة عندها حص البول كم ولادة طبيعية ولدت عمر 35 الدكتور بسألك يا ام تفضلي كم ولادة طبيعية ولدت تقريبا أربعة يعني كشف عليها الطبيب شاف عندها هبوط أو لا أو هيك عندها مشاكل بالجهاز العصبي بالدماغ أو بالعمود الفقر طب قديش بتستمر حالة الاحتباس البولي عندها يا ستي حوالي يومين ثلاثة يومين ثلاثة وبحطولها قسطرة وبسحبولها البول طيب ماشي شكرا لاتصالك وراح نجاوبك على سؤالك يا ام وسيم خلصنا من ام وسيم بنروح على اريحة وام علي مساء الخير يا ام علي يلا يسعدها المساء يا عفيكي ربي يا عفيكي الله يخليك بهمش أنا بدي أقول قبل يعني أسبوعين هيك صابني وجع بخواصري وبضخري بشوي وعملت فحوصات وإشي قالولي في هيك حفلة صغيرة واصلة على الحالب قديش قديش وهذا الدواء قالولي قالي بتنزل يعني فيه بس آه معناته زيت كل يوم الصبح عاخد زيت قد مين اللي قالك خدي زيت الدكتور قالي خدي زيت الدكتور قالك خدي زيت هل الدكتور قل في المستشفى ولا في المعصرة كان الزيت زتون قال أخد زيت والله كويز اسمعي ام علي زيت الزتوني كويز مفيد للصحة بس يعني يا ترى بدي مزلط هو كان بدي مزلط الحصوي يعني طب خلينا نشوف الدكتور أحمد شو بدي يحتوي والله هو الدكتور قالي ماشي 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 ألف سلام عليك والله أنا بسدي انه قالك بس بجوز يعني هو بدي ينصحك عشان زيت الزتون مفيد أما هو يحصه صغير وبتنزل أكيد بس هذا من الأشياء المهمة جدا الدكتور لأنه كثيرا تتردد بين الناس برضو موضوع زيت الزتون محمود محمود بن جنين محمد طيب محمد بن جنين مساء الخير السلام عليكم وعليكم السلام وعليكم السلام سؤالك محمد بن جنين أهلا وسهلا يا محمد فضل سؤالك بدي أسأل بالله الدكتور يلا عندي في البول لما بدي أفوت على الحمام لما بشرب مي كتير وسوائل تبول كتير طيب قديش عمرك عمره 43 سنة وبحس لما بفوت تبول بوجع شديد بوجع أثناء التبول أثناء التبول آه طيب روحت على طبيب عملت فحص؟ اعمل لي فحص ولا بكل في عندك احتقان واعطاني دواء وعالفاضي هسا بس أكتر شرب المي لما بشرب مي بكترة وسوائل بتروع الحمام كتير بتروع الحمام كتير بتصحى بالليل بالليل بتصحى من نومك بتروع الحمام اه مرات البول بتطلع متقطع ايوه متقطع هذا هو اللي بنستنى فيه احنا طيب ماشي شكرا لمشاركتك وسؤالك تابعنا وراح نجاوبك يا محمود يا محمد طيب محمد من اللي عبيدية مساء الخير يا محمد ابو حميد طيب مساء الخير مساء الوارد كيف حالك الله يسعد يسعد مساك دكتور في علاقة بين علام أسفل الظهر والكلية سؤال مهم نعم هذا محمد من رمالله نعم طيب يعني تقصد أسفل الظهر وسط الظهر أصدك يا محمد في أسفل الظهر يا دكتور اه أسفل الظهر بالوسط ولا بالجناب في الاجناب في الاجناب أو في الوسط كمان أحيانا اي نعم طيب ماشي شكرا لاتصالك يا محمد طيب عشان الوقت دكتور بنا نحاول نجاوب وبعتذر من كل الإخوة اللي بحاولوا يتصلوا إذا كان إذا ضل مع نواقف راح ناخد اتصالات موسيم من جنين بتسأل على مات أخوه مات أخوه احتباس البول 36 سنة ما عندها زي ما ذكرت يعني مشاكل في الجهاز العصبي طبية نعم بمعنى أنه مثانا تحاكي المثانا العصبية وليست بعصبية الأصل إنها ضروري جدا تعمل تخطيط للمثانا بمركز جيد على أساس نشوف ضغط المثانا نشوف تمدد المثانا ونشوف لما تبول في المجس اللي بنحطه في داخل المثانا بيقسلنا الضغط على عضلة المثانا بيقسلنا ارتخاء عضلة الحوض اللي لازم تفتح عشان يطلع البول على أساس نفهم شو ويني المشكلة مرة تانية لازم يعملوا فحص تخطيط نعم تخطيط المثانا نعم تخطيط المثانا نعم يورو ديناميك استدي نعم هذا لأنه العمر صغير يا أم وسيم فبالتالي لازم يكون فيه سبب وراء هذا الموضوع ومش لازم نتركوه عشان يكيعملوا اسمه فحص تخطيط المثاني للوقوف على السبب ام علي من أريحة حصو صغيره وبتنزل اه حصو صغيره الحصو بنزل الصغير يبينزل لحاله بس نشرب سوائل أي نوع من السوائل او ممكن يصاحبوا ألم او طبعا ممكن جدا يصاحبوا ألم طبعا بس بعد إذنك دكتور أحمد الألم اللي بيصير يا أخوان بيسميه المغس الكلوي الشديد هو لأنه يعني هاي الحالب الحصو بتنزل فبتصير تحتك في جدار الحالب وهي نازلي عشانك أحيان ممكن يلاقي البول لونه أحمر ممكن يلاقي فيه ألم شديد وكل ما زاد الاحتكاك وكل ما زاد تضيق الحالب على الحصو وهي نازلي كل ما زاد الألم ولكن كثير من الحصو تنزل لوحدها وبتطرح خارجا تماما ولكن مش هذا السؤال زيت الزتون والله يا سؤال صعب جدا دكتور أشتر انت اليوم تسألني أسئلة صعبة صعب يا مش هدا همي أنا زيت الزتون يعني إحنا بسمع كثير زيت الزتون زي ما تفضلت مفيد جدا حقيقتا وإحنا بلد الزتون وإنا أعتز بالزتون وأنا بعشق إش اسمه زيت الزتون فإشربوا زيت الزتون بس أنا ما درسته وما أعلمه إنه زيتون يعني بده مظلطها يعني يعني ما بعرف ولكن هي علاج شعبي وكثير من الناس بلتجاو إله وعلى كل انضرر ما بدر دكتور أشرف خلينا نكون هناك بدرش صح يعني إشرب بس بدك يعني أنا بدي أحكي عن الدكتور أحمد زيت الزتون مفيد وإشروي وإذا لم ينفع لم يضر بس طبيا ما في إشي اسمه واحد إشرب زيت زتون عشان ينزل الحصوة بما معناه يعني بده مظلطها يعني بده يدخلها في الحالة بمظلطها طبيا ما في إشي مثل هيك بس ومع ذلك منقول زيت الزتون غير دار بالعكس مفيد وتوكله على الله محمد من جنين بقولك لما بيشرب مي كتير بصير عنده بول طب كتير هو أولا هو طبيعي الإنسان إذا بيشرب مي كتير طبيعي أنه يتبول كتير وهذا إشي منيح وإشي كويس واستجابة الكلا وإدرار الكلا وكذا ولكن بصاحبه يحكي أنه بصاحبه وجع شديد والتقطع هذا دليل أنه عنده مشاكل في الجهاز البولي السفلي لأنه مش طبيعي أنه محمد شاب لما يبول يصير عنده تقطع في البول تقطع مع الألم ممكن يكون سببه التهاب ممكن يكون سببه عدم تناغم عنق المثانة مع ضغط المثانة شو لازم يعمل دكتور لازم كمان محمد إذا رحت على أخصائيين وأعطوك علاجات ولم تستجب للعلاجات أيضا هون تخطيط المثانة كثير مفيد ليش؟ لأنه بنعب المثانة إحنا وبنقيص ضغط المثانة لما تبولوا بنشوف إذا أنت في عندك انسداد أو ما عندك انسداد آخر سؤال محمد من العبيدية علاقة ألم أسفل الظهر؟ يعني بشكل عام أسفل الظهر ما إلو علاقة بشكل عام إحنا بنحكي مع الكلاء نوبة الكلاء هي بتيجي في الخاصرة الخاصرة يعني منتصف الظهر نعم في جانب من جوانب الظهر تمتد للخاصرة من الخاصرة بتنزل لأسفل البطن وعلى فكرة نادراً كمان بس نحكي معلومة مهمة عبل ما الدكتور أحمد شرب له شوية مي نشف نريئك إحنا اليوم نادراً ما بيكون الوجع في الجهتين في المغص الكلوي لأنه مش معقول يعني حصوتين يتكونوا بنفس الوقت ونزدوا بنفس الوقت يعني ممكن يكون ولكن ذا يعني قليل جداً جداً صحيح صحيح أحسنت كثير من المرضى الناس بيخافوا من الكلاء فبيجوا عندك للألام هادي اللي بيجوا بتكون بالخاصرة هم ييجوا مش مشكلة لأنه مهم منهم ييجوا فإنت بتطمنهم بالضغط بتطمنهم ولكن نعم هادي ليست بألام كلها ألام الكلاء زي ما ذكر الأخر من قبل هي ألم شديد جداً بيجي بناحية بجهة مش بجهتين صحيح طيب تكتور أحمد لأنه وقتنا خلص تقريباً عادة ما نلجأ إلى تفتيت الحصى سواء بالمناظير أو من التفتيت الخارجي التفتيت الخارجي منذ فترة طويلة إحنا يعني نستخدمه خلينا نشوف إحنا وإنت وتعلقنا على التفتيت نعم اللي شفناه واللي هو أصبح اليوم من الأشياء الكتير سليسة وسهلة واللي بتعطي نتائج جيدة إحنا زي ما إحنا شايفين يتم تجهيز المريض ووضعه على غرفة العمليات هاي حصوا موجودة في الكلية نعم في الكلية هذا الطبيب أخصان مساءة الباولية بإيده منظار فليكسبل طري بيقدر يتكيف مع حجيرات الكلية بيقدر يدخل في أي حجيرة بيدخل من الإحليل من مجرى البول زي ما إنتوا شايفين طبعاً المريض مبنج ندخل من الإحليل اللي هو وهو بيكون شايف كل الطريق بيكون مبنج بنج نصفي وبكون على الفيديو على الكاميرا واضح نعم بيطلع بالمثانا من المثانا بيطلع بالحالب زي ما شايفين بوصل حوض الكلية من حوض الكلية بنزل هايو هلا بأسفل الكلية بحاول أنا الوصول إليها لأنه النظور اللي عنده نظور فليكسبل نظور طري طري هادي من أجمل العمليات حقيقتان وأسهلها المريض بروح بنفس اليوم هادي طبعاً لما لا تحتاج لا لأي جروح ولا فتح قطر ولا ظهر ولا أي شيء شايفين هاي مسكها بالسلة مسك ما تبقى منها بالسلة وبإصحبها حقيقة هادي العملية بتحل كثير من المشاكل اللي قبل فترة كانت تغلبنا يعني لما مواجهة تصادمية ما تقدر تفتت حصوة مثل هيك صغيرة تشق الكلية وتفتحها علشان طول حصوة صغيرة كانت مشكلة حقيقة مشكلة كبيرة أما بهذا النظور حقيقة حلت مشاكل كبيرة ومرات هذه الحصوة الصغيرة البلكلا بيكون يعطي المريض ألام شديدة جداً وبيكون عن جنب حاجة تدخل دكتور أحمد أصبح اليوم استخدام المناظير في جراحة المسالك البولية خلينا نقول هو يعني بطل حتى الجراحين المسالك البولية يفتحوا بطن ولا يفتحوا كلية إلا عشان أشياء كبيرة جداً اليوم كل مواضيع الحصوة تقريباً تحل من خلال المناظر صحيح صحيح إحنا نعم يعني 90% أو أكثر أنا لا أكاد أذكر آخر مرة فتحنا كلية علشان نشير منها حصوة لا أكاد أذكر لأنه اليوم بالمناظر سواء منظر الكلية اللي بتدخل على الكلية مباشرتان أو اللي بتدخل على الكلية من خلال الحالة زي ما شوفنا بالصورة بتحل كل المشاكل حتى مرات بترجع مرتين أو ثلاثة على المريض بتعمله ثقب صغير جداً بالمنظر ولا تفتح الكلية وتضعف الكلية وحتى لم بالجراحة أصلاً مرات ما بتشيل كل الحصوة آخر سؤال دكتور أحمد متى نلجأ إلى التفتيت بالأمواج التصادمية يعني بالليزر ومتى نلجأ إلى استخدام المناظر الحصوة لما تكون بالكلية أو بأعلى الحالة وتكون حجمها أقل من سنط ونص سنط ونص أقل بنلجأ للأمواج التصادمية كحل أولي ويكون نسبة نجاحه 80 أو 85% في حال ما نجح بندخل في هذا المنظر أو إذا كانت الحصوة حجمها أكبر من سنط ونص أو أكبر من 2 سنط حسب المناظر وقتها بندخل بالمنظر على الكلية مباشرتان بنفتتها وأصبحت المناظر اليوم هي طوق النجاح للمرضى في المسالك البولية لا فيه جروح ولا فيه أي مشاكل تتبع العمليات الكبيرة جدا دكتور أحمد أشكر وجودك معنا شكرا جزيلا تروح وترجع بالسلامة واحنا في انتظارك بعد عودتك من إيطاليا لأنه أنا بعرف أنه عندك مجموعة من العمليات الكبيرة في إيطاليا لفترة معينة وتعود لإنا ونصدفك في موضوع آخر شكرا جزيلا شكرا إليك شكرا عزيلا المشاهدين قبل ما نختم حلقتنا اليوم ونرجع ونأكد على أنه إحنا على أبواب الصيف الماء المي ونرجع وأكد على موضوع المي المي هو أحد المشاكل الرئيسية التي تؤدي إلى حدوث الحصاوي زمان كانت مواضيع الحصاوي هاي لما كانت تكون موجودة كان يضطر الجراح يفتح نص الظهر ونص البطن عشان يطلع حصوة صغيرة اليوم العلم تطور وإحنا بنواكبين هذا التطور أصبح اليوم بالإمكان بالنواضيع بتفوت الدكتور شايف الطريق زي ما هو شايف الشارع زي سواء التكسي اللي شايف الشارع بفوت لحد ما يوصل الحصاوي بفتتها بيسحبها وأصبح هذا حل كتير رائع للكثيرين بيعملها وبروح بنفس اليوم أو تاني يوم حسب وضعه الصحي عشان يك بنقول وجود الحصاوي ما تتركوها اشربوا كميات مع وصولوا فصل الصيف اللي عنده حصاوي واللي ما عنده حصاوي واللي عنده رمل كمان عليكم بشرب كميات كبيرة من المي لأنه المي هي اللي بتجلي وبتنظف الكلا والمسالك البولية الإهمال فيها ضار جدا اجعلوا شرب الماء هو سلوك وليس احتياج اجعلوا تعود وليس عطش اجعلوا منظومة يومية كل ساعة كل ساعتين لازم الإنسان يشرب كاسة مية كبيرة في اعتقادي رح تكون مهمة جدا ليس فقط للجهاز البولي بل لكل أجهزة الجسم الأخرى في نهاية حلقة اليوم أنا الدكتور أشرف طاقم العامل معي أشكركم وإلى اللقاء موسيقى 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 موسيقى